اعتساع حدة الخلافات بين الحكومة العراقية وزعمات داخل ميليشيات الحجد مرتبطة بطهران أبرزها أبو مهدي المهندس الذي أصدر قرارا بتشكيل قوة جوية للحجد الشعبي الأمر الذي أثار غضب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وأطراف سياسية أخرى وسرعان ما نفت حكومة عبد المهدي صدور مثل هذا القرار بعد رفض المهندس تنفيذ أوامر حكومية وتحدي آخرها من بينها إعطائه أوامر باستهداف طائرات مسيرة مرخصة في الأجواء العراقية ورفض الالتزام بتوصيات خلية الأزمة حيال التصريح بشأن حادثة استهداف مخازن أسلحة الحجد وتحريك وحدات وفصائل مسلحة من الحجد دون العودة إلى الحكومة قد أشعل الخلافات بين قادة الميليشيات الخلافات تسببت باتساع الشرخ الحاصل بين الفصائل المدعومة من إيران بشكل كامل وميليشيات أخرى تصنف نفسها على إنها ضمن محور الممنعة وترتبط بطهران أيضا وبين الحكومة العراقية وفصائل أخرى مرتبطة بالنجف أبرزها سرايا السلام بزعامة مقتدى الصدر يبدو أن رقعة الخلافات بين قادة الفصائل المسلحة قد اتسعت في الآونة الأخيرة لا سيما بين المحور المرتبط بإيران والآخر الذي يقف بجانب الحكومة العراقية بسبب التفرد بالقرارات دون علم الحكومة في رأس الدوليمية الإخبارية بغداد